نروح لتشكيل الفريقين المتوقع لهذه المواجهة هو متوقع لتشكيل نادي الزمالك أما تشكيل نادي الأهل المتوقع فهو كالتالي محمد الشناوي في حراسة المرمى وفي خط الدفاع علي معلول ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق وفي خط الوسط حمد فتحي وعمر السرية طبعا في غياب اليو ديانج وفي الأمام أحمد عبدالقادر وبرونو سافي وطاهر محمد طاهر وشادي حسين هذا هو التشكيل الأكرب جدا للنادي الأهلي في هذه المواجهة مواجهة نادي الزمالك أما تشكيل نادي الزمالك تشكيلنا احنا بقى المتوقع مش تشكيل محمد مطاوع اللي غالبا هيبه هو هو كالتالي محمد عواد في حراسة المرمى حسام عبد المجيد ومحمد عبدالغاني وحمزة المسلوسي سلاسي في الدفاع سيد نمار على اليمين أحمد فتوح على الشمال ومحمد أشرف روقة وزكريا الوردي وامام عشور ثم سيف الجزيري واحمد مصطفى زيزو هذا تشكيل نادي الزمالك اللي قاله مطوع منذ لحظات أيضا وتشكيل النادي الأهلي